مرة أخرى إلى بدر الركابي من أمام المحكمة الاتحادية إليك بدر بدر مرة أخرى كيف هي الصورة أمام المحكمة الآن بعد تأجيل النطق بالحكم إلى الخامس والعشرين من هذا الشهر نعم زميلي تحية لك والتحية لجميع صيدات وسادة المشاهدين قبل دقائق قليلة من الآن انتهت جلسة المحكمة الاتحادية العليا الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة بشأن دستورية الجلسة الأولى للبرلمان بدورته الخامسة والنظر إن كانت بهذه الطعون دستورية أم لا بخصوص من ثم الإقدام على إلغاء الجلسة أو اعتمادها واعتماد ما تمخض عنها من مخرجات كانتخاب لرئيس البرلمان سيد محمد الحلبوسي وكذلك نائبيه يعني نتحدث عن الدعوة مقدمة من المدعيين السيد باسم خشان النائب باسم خشان وكذلك النائب محمود المشهداني النائب محمود المشهداني لم يحضر إلى الجلسة ولكن اقتصر الحضور على المدعي الخاص به يعني استثمر الوقت أكثر ليتحدث مع النائب باسم خشان ومن قام كأحد المدعين بتقديم الطعون إلى المحكمة الاتحادية العليا أهلا بك استاذ باسم ضيفا عزيزا على شاشة التغيير حدثني عن أبرز مخرجات جلسة اليوم اليوم الجلسة جلسة عادية حضر بها الإعلام هذا الاستثناء الوحيد الجلسة تعلق بطعن في دستورية الإجراءات التي اتخذت في الجلسة أثناء غياب رئيس السن أنا قدمت ادعاءات ولائحة ضمنت ادعاءات رصينة فيما يتعلق بإثبات عدم دستورية هذه الإجراءات في تصوري دفوع المدة عليه متناقضة ويعني لا يمكن أن ترجح على ادعاءاتنا لكن يبقى القرار للمحكمة الاتحادية هذه المحكمة مكونة من تسعة قضاء متخصصين في الدستور وأحكام الدستور وقرارهم ملزم وباتل الجميع حضرنا الجلسة وشهدنا هناك جدلية بين الدفوعات التي قدمتموها والدفوعات التي قدمت من قبل المدة عليه بشان الرئيس السن الأكبر وحضورها بالجلسة وخروجها ماذا قدم المدة عليه كيف رأيتم الدفوعات يعني الفرق بين رأي ورأي المدة عليه المدة عليه يرى أن التالي من حيث العمر يرتقي إلى رئاسة الجلسة في غياب الأكبر سن تلقائيا ويستند في ذلك إلى المادة 54 من الدستور وهذا استناد غير صحيح لأن هذه المادة تنفذت بترأس السيد المشهداني للجلسة وعليه يجب أن تصدر كل القرارات في هذه الجلسة وفق المادة 59 ثانيا بالأغلبية البسيطة لأن ليس لمن هو أكبر الأعضاء سنًا ولاية على بقية أعضاء المجلس بعد اكتمال صلاحيات المجلس بأداء اليمين الدستورية ماذا قدمتم الدفوعات بخصوص الأكبر سنًا ولسيما أنتم استندتم على اللائحة الجوابية الدفوع اللي قدمناها والدعاءات هي أنه رئيس السن بعد غيابه يجب أن يصدر قرار يحدد مصيرة بتصويت الأعضاء مو بقرار ارتجالي فردي من شخص هو أكبر الأعضاء سنًا وهذا هو الفرق بينه وبين الأعضاء الآخرين اللي يكتمل صلاحياتهم في الجلسة بعد أداء اليمين الدستورية بالتالي أنتم ترون بأن الجلسة كانت غير دستورية وما تمخض عنها كان أيضًا غير دستوري بالتأكيد لو كنت أرى أن الجلسة دستورية ما طعنت في الإجراءات طعني في هذه الإجراءات هو دليل واضح وصريح على أنه قناعاتي هي أنه هذه الجلسة غير دستورية سؤال أخير أسف جتن علي طالع بالتالي أنتم ترون أن الجلسة المقبلة التي أجلت إليها ستكون لربما إنصاف لكم وستنص وتقر بعدم دستورية جلسة البرلمان الأولى؟ هذا ما أتمناه المحكمة ستحكم وفقاً لما تراه لكن لحد الآن أنا أظن أنه كفة إدعااتنا هي الراجحة وفي إدعاء دستورية الحكم يكون لصالح الكفة الراجحة شكراً جزيلاً أستاذ باسم خشان نعم زميلي كما شاهدت واستمعت إلى تفصيلات التي تقدم بها النأب باسم خشان بأن الدفوعات التي قدموها هي دفوعات دستورية منطقية تتضمن تفصيلات تثبت بأن جلسة البرلمان الأولى هي كانت غير دستورية رغم أن فريق المدعى عليه قدم أيضاً الدفوعات التي تثبت بأنه وتفند ما قدم به السيد باسم خشان وبانتظار الجلسة المقبلة للمحكمة الاتحادية العليا للنظر أيضاً في تدقيق ما قدم من قبل المدعى والمدعى عليه وبالبت بهذه القضية بقرار سيكون في الجلسة المقبلة نعم يعني بدر يبدو أن النائب باسم خشان واثق من دفوعاته ومن الأدلة التي قدمها شكراً لك على كل هذه التفاصيل من أمام المحكمة الاتحادية مراسلنا بدر الركاب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة